موسيقى أهلا بزملائنا معلمي ومعلمات الصف الرابع الابتدائي في حلقة جديدة من سلسلة دليل المعلم لبرنامج علوم الصف الرابع الابتدائي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم يا ترى ليه بيعتبر البحث العملي والتجارب من المكونات الأساسية في برنامج علوم الصف الرابع الابتدائي؟ والليه دايماً بيلاقيها متضمنة في دروس جزء تعلم وإزاي دليل المعلم بيساعدنا كمعلمين في تدريس أنشطة البحث العملي؟ الأسئلة دي هتكون محور حلقتنا النهاردة تعالوا نتخيل أننا بنقدم مفهوم جديد للتلاميذ بشكل مجرد أو كلام نظري بدون نطلب منهم أنهم يقوموا بأي نشاط زي أننا نقرأ لهم الدرس أو نشرحوا ليهم بطريقة مباشرة من غير مشاركة منهم أو أننا نلخص لهم التعريفات في مجموعة نقاط ونطلب منهم أنهم يذكروها أو يحفظوها هل التلاميذ بالطريقة دي من غير ما يمارسوا أي أنشطة توضح لهم المفهوم بشكل عملي؟ هيكونوا فهموا أو تعلموا؟ أكيد لا وبما أننا متأكدين من أهمية أنشطة البحث العملي فأكيد دلوقتي هنحتاج نعرف إزاي برنامج علوم الصف الرابع لابتدائي بيقدم الأنشطة العملية وإزاي هيساعدنا في تدرسها؟ بيبدأ كل مفهوم بسؤال أساسي هو هل تستطيع الشرح؟ واللي بيكون مرتبط بظاهرة من ظواهر الطبيعة وعشان نساعد التلاميذ أنهم يدركوا مفاهيم مجردة زي القوة، الحركة، الشغل، السرعة فبييجي هنا دور جزء تعلم اللي بيقدم أحد أنشطة البحث العملي وبيعتمد إجراءه على ملاحظة التلاميذ وممارستهم للمهارات العملية زي التنبؤ، التجريب، تسجيل النتائج وتحليلها وده علشان يقدروا يلاقوا إجابات وتفسيرات لأسئلتهم وطبعاً للسؤال الأساسي اللي انطرح عليهم في البداية هل تستطيع الشرح؟ هنركز في حلقتنا النهاردة على نشاط بحث عمل من الوحدة التانية عن علاقة السبب والنتيجة بين القوة المؤثرة في جسم وحركته وطبعاً أول شيء بنركز عليه مع تلاميذنا في أنشطة البحث العملي هو الهدف من إجراء النشاط فيترى، إيه الهدف من النشاط؟ هو ده بقى اللي احنا عنعمله في البحث العملي بتاعنا النهاردة هنقيس سرعة جسم بيتحرك من خلال طاقة الحركة بتاعته وتأثيره على جسم تاني سابت في مكانه أكيد مشاركة الهدف مع التلاميذ له أهمية كبيرة لأنه بيركز انتباههم وبيخليهم متابعين عشان يوصلوا للهدف من البحث العملي والتجربة من المهم كمان أن دينا في كل أنشطة البحث العملي نكون مستعدين ومحضرين الأدوات المطلوبة للنشاط زي الأدوات الموجودة وموصوفة لنا في الدليل محتاجين يكون معنا كده شوية أدوات تعالوا كده لما نشوفها يكون معنا إيه؟ محتاجين يكون معنا عربيات لعبة زي دي واخدين بالكم منها محتاجين كمان يكون معنا أنبوبة الأنبوبة دي إحنا عاملينها من الورق الكارتون أهو أنبوبة موجودة معنا تمام مفتوحة طبعا من الناحيتين محتاجين يكون معايا كوباية بلاستيك ومحتاجين يكون معنا مقص ومجموعة كتب علشان إحنا هنعمل بالأنبوبة دي مستوى مائل فاخدوا بالكم أنا هنا استبدلت الكتب بالمكعبات اللي أنتوا شايفينها دي بس طبعا لو أنتوا في البيت تقدروا تستخدموا كتب بأي حاجة تقدر أن أنت تعلي بيها يعني هي بس الفكرة بصوا في الكتب الكتاب بيقول لنا استخدم كتب عشان نعمل المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث فبالتالي لما أعمل مستوى مائل يكله يعني مستويات مختلفة محتاجين يكون معنا ساعة إيقاف وأنا استبدلت ساعة الإيقاف بالموبايل بتاعي هشغل ساعة الإيقاف اللي موجودة فيه علشان نحسب الزمن وفي نشاط حلقاتنا النهاردة هنلاحظ أن الأدوات اللي بيتم بيها أنشطة البحث العملي في منهج علوم الصف الرابع كلها أدوات بسيطة ومتاحة وموجودة في كل مكان حوالينا وممكن كمان نفكر في بداية ليها لو كانت مش متاحة حوالينا كمان أحد أهم خطوات البحث العملي هو أننا نعرف التلاميذ شروط التجربة والبحث العملي اللي هيقوموا بيها أهم حاجة يا أولاد وإحنا بنسيب العربية تنزل من السطح المائل بتاعنا أننا ما ندفعهاش يعني ما نزقهاش يعني لما نسيب زي ما شفته زي ما ريتالا عملت بالضبط كده دلوقتي عملت إيه؟ ثابت العربية جربي كده يا جمانة سيبيها من غير ما ندفعها ولا نزقها ليه مش عايزين نزقها؟ أهي طلعت أهي العربية الناحية التانية لأن إحنا مش عايزين نديها أي طاقة من عندنا تعريف التلاميذ بشروط التجربة بيخليهم يركزوا في المطلوب من التجربة وقبل بداية ممارسة أي بحث عملي أو تجربة ضروري جدا أننا نسأل التلاميذ عن توقعاتهم بس قبل ما ننفذ التجربة إحنا دايما في حاجة متعودين نعملها في البحث العملي بتاعنا حد فيكم فاكر إيه هي؟ دايما قبل ما بنجرب بنسجل إيه؟ يا طرأ إيه اللي هيحصل؟ فبنسجل توقعاتنا توقع التلاميذ وتنبؤهم باللي هيحصل بيكون شيء أساسي جدا في التجربة لأنه ممكن يقلل لهم الوقت والجهد المبذول في التجربة وكمان بيديهم فرصة يصححوا الأفكار الأولية لو كانت مش صحيحة بالنسبة له ويأكدوها لو كانت صحيحة يا طرأ إيه اللي بنلاحظه في طريقة إدارتنا إحنا كمعلمين للنشاط العملي؟ تفتكروا دا له علاقة بالطاقة اللي العربية بتتحرك بيها ولا لا؟ عشان المسافة تبقى أكبر المسافة ارتفعت تمام اللي ارتفاع بقى أكبر فهنا نزولها بقى فيه طاقة أكبر وهي نزلة فخليها تتحرك بسرعة أكبر الحقيقة توقعاتكم بتدل على أنتوا استفدتوا جدا من البحث العملي اللي احنا عملناه في المرة اللي فاتت طريقة إدارة النشاط بتكون من خلال مجموعة من الأسئلة بنسألها للتلاميذ وده عشان نخليهم مشاركين ومتفاعلين معانا طول الوقت وممكن بعد ما يقدموا إجابتهم نأكد أو نضيف عليها أو طبعا لو كانت غلط نقدر أننا نصححها ولو قدرنا نخليهم يتبدلوا الأدوار أثناء تنفذهم للنشاط ده هيضمن مشاركة عملية وملموسة لأكبر عدد من التلاميذ وأنهم هم اللي ينفذوا النشاط بإيديهم بس المرة دي بقى اللي هيزق العربية أو اللي هيسير العربية تنزل من على المنحدر هتكون ريتال ماشي هنبدل بقى الأدوار وانت يا جمانة هتيجي هنا عشان تحسب لنا المسافة اللي هيتحركها الكوباية تمام؟ متابعتنا للتلاميذ أثناء النشاط شيء مهم جدا لأننا ممكن نفكرهم بشروط التجربة وإزاي يتحرد دقة في قياس النتائج يلا بينا نبدأ يلا يا ريتال ابدأي تحط لنا العربية أهم حاجة يا ريتال قلنا نعمل ما نعملش إيه للعربية؟ منزقش العربية برافو عليكم انتو شاطرين جدا أوكي ثانية واحدة هنعمل إيه الأول يا جمانة؟ هنحط لازم للمكان الجديد اللي اتحركت له الكوباية صح كده؟ تمام كده احنا مش محتاجين الكوباية والعربية تفضلي تاني يا ريتال اتفضلي إسلنا بقى المسافة يا جمانة اللي اتحركتها الكوباية صفر بالسانتير يلا بينا اتحركت قد إيه؟ اتحركت عشر سانتين تسجيل النتائج مهم جدا مننا اننا نسجل النتائج أمام التلاميذ ونطلب من كل تلميذ انه يسجل النتائج في كتابه اتعالوا لما نسجل البيانات خمسة واربعين سانتين انا عايزاكوا تركزوا كويس في الجدول اللي معنا ده لما كان المستوى الأول الزمن كان ثلاث سواني وتحركت الكوباية قد إيه؟ عشرة سانتي ولما كان المستوى الثاني الزمن اللي استغرقته العربية علشان تنزل المنحدة كان ثانيتين وتحركت العربية 28 سانتي المستوى الثالث استغرق ثانية واحدة والعربية تحركت كام؟ 45 سانتي هيل في نهاية اي نشاط للبحث العملي بنوصل لمرحلة ان التلاميذ هم اللي بيقوموا بالاستنتاج بنفسهم بس عشان نساعدهم انهم ينظموا استنتاجاتهم بشكل منطقي ويحللوا كل خطوة نفزوها أثناء البحث العملي بنرجع لأسئلة التحليل والاستنتاج الموجودة في كتابهم وبنساعدهم في الوصول لإجابات لها ففي الثلاث حالات دول كان ايه اللي بيحصل في كل مستوى للسرعة؟ كان كل مستوى بيتغير ارتفاع لما بنغير الارتفاع كان بيحصل ايه لسرعة العربية؟ بترتفع كل شوية بتروح في مكان مختلفين السرعة السرعة اللي بتتحرك بها اياس الزمن اللي احنا بنقيسه كان بيتغير صح؟ اه وكان الزمن في كل مرة بيحصل له ايه؟ بيقل معنى ان هو بيقل في نفس المسافة ان سرعة العربية كانت بتبقى ايه؟ كبيرة صح ولا لأ؟ يبقى كنا كل ما بنعلي الارتفاع بتاع المنحدر سرعة العربية كانت بتبقى ايه؟ بتزيد اكتر بتبقى كبيرة وزيادة حلوة قوي طب في اختبار الطاقة بقى لما كنا بنستخدم الكباية ونشوف العربية حركة الكباية قد ايه؟ كنا كل لما بنعلم مستوى المنحدر ونعلي الارتفاع بتاعه كانت الكباية بتتحرك ابعد ولا اقرب؟ ابعد 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 معنى ان الكباية بتتحرك ابعد ان الطاقة اللي كانت موجودة في العربية بتزق بيها الكباية كانت اكبر ولا اقل؟ اكبر كانت اكبر طب حاولوا كده بقى تفكروا في علاقة بين السرعة اللي كانت نازلة بيها العربية وبين الطاقة اللي كانت بتتحرك بيها العربية ايه ها لما السرعة زيادة التاقة كانت ايه؟ زيادة كانت زيادة وده كان بيزيد لما كنت بزود ايه؟ الارتفاع الارتفاع بربو عليك انتوا هيلين إجابتكو هيلة جداً لو شجعنا التلاميذ على القيام بالتجربة أكتر من مرة بنفسهم ونديهم فرص إنهم ينقشوا نتائجها ده بيعزز المعلومات اللي بيكتسبوها وبيساعدهم على الاستكشاف وتقصي الإجابات لأسئلتهم ذي العلماء عرض التلاميذ للنتائج اللي توصلوا ليها كمجموعات أمام الفصل بيكون له أثر في زيادة دفعيتهم للتعلم والاستمتاع بي وعمل التلاميذ المشترك فيما بينهم بيقوي مهارات التواصل عندهم كمان التجريب بيكسب التلاميذ القدرة على الاستدلال والتفكير المستقل واتخاذ القرارات وبالتالي استخدام التجارب العملية ودمجها في الأنشطة بيضمن لحد الأقصى لفهم التلاميذ وبيتخليهم يفتكروا المعلومات وبيشجعهم على إنهم يشاركوا لتعلموه عن العلوم مع الآخرين فياريت أثناء تدرسنا لأنشطة البحث العملي في درسنا القادمة نلاحظ الطرق اللي بيتم بيها استخدام البحث والتجارب العملية ونفكر في طرق تانية ممكن تشجع تلاميذنا على إجراء المزيد من البحث والتجريب في نهاية حلقتنا منتظرين مشاركتكم عن أفضل ممارسات النشاط البحث العملي اللي لاحظتوها على مدار الحلقة من خلال الـ QR Code الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا لكم وإلى اللقاء